السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء حبايب الصف الثالث اليوم بإذن الله سوف نأخذ في مادة لغتنا العربية وحدة جديدة أو درس جديد وهو الدرس السابع بعنوان الطفلة والقمر نفتح يا ثالث على صفحة 66 عنا فقرة استمع لنستمع إلى النص لنجاوب على بعض الأسئلة لنستمع إلى نص الطفلة والقمر الطفلة والقمر جلست سناء في حديقة البيت تتأمل جمال الليل رأت القمر في السماء قالت ما أبعدك أيها القمر قال القمر ولكن الإنسان استطاع الوصول إليه قالت سناء كيف أجابها القمر كان الإنسان يحلم قديما باكتشاف العالم ركب البحار ثم اتجه إلى الفضاء بمركبات فضائية هبطت على سطحه قالت سناء هل اكتفى الإنسان بالوصول إليك؟ قال القمر لا يا سناء الإنسان ما زال يحاول اكتشاف كواكب ونجوم أخرى سمعتها أمها فسألت مع من تتحدثين يا ابنتي؟ قالت سناء مع القمر ابتسمت أمها وقالت ما أجمل خيالك يا سناء؟ استمع الأسئلة سؤال أول واحد مع من تحدثت الطفلة في النص؟ تحدثت الطفلة في النص مع القمر اثنين أكمل الأقوال شفويا كما سمعتها ألف رأت سناء القمر فقالت ما أبعدك أيها القمر؟ باء قال القمر ولكن الإنسان استطاع الوصول إليه جيم ابتسمت أم سناء وقالت ما أجمل خيالك يا سناء؟ ثلاث أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة جلست سناء في حديقة المدرسة أم حديقة البيت أم حديقة الأطفال؟ إذن أحسنتم حديقة البيت اثنين هبطت المركبات الفضائية على سطح واحد القمر ولا الشمس ولا الأرض إذن على سطح القمر ثلاث شاهدت سناء القمر فيه؟ أين شاهدت سناء القمر؟ في التلفاز؟ أم في السماء؟ أم في الحلم؟ إذن أحسنتم باء في السماء؟ أربعة ماذا استخدم الإنسان للوصول إلى سطح القمر؟ استخدم ماذا يا ثالث؟ إذن أحسنتم مركبات فضائية نفتح على صفحة 67 فقرة أتحدث عندنا الصورة الأولى يا ثالث بتعبر عن مين؟ من التي جلست في حديقة البيت؟ هذه حديقة البيت وجلست سناء تتأمل جمال الليل إذن جلست سناء في حديقة البيت تتأمل جمال الليل اتنين ركب البحار اتنين ركب من الذي ركب البحار؟ ثلاث اتجه إلى الفضائي بمركبات فضائية أربعة سألت أم سناء ابنتها مع من تتحدثين؟ إذن أربعة سألت أم سناء ابنتها مع من تتحدثين؟